يول ما بدأ المقطع يا حبايب، نزلت لكم مقطع على قناتي الثانية اسمها من لكت المشاهير الصراحة المقطع كونش خرافي، مقطع زال 18 شوية فلن هذا ما قدر تنزل على هذه القناة والكل يرح شوفي يا حبايب عن قمر الطاير رابط الوصف الخبر الأول لي عدنا، أنا محمد جواني وهل أول رح يرجع البيسان اسماعيل فصد ما صارت يا حبايب لما نزل هذا السوري تشان كاتب عليه؟ صار معي شي اتصالحت مع حدا، ما كنت متخيل بعمري اجتمع معه أو اتصالح معه عن جد صدفة بتصدب كل الناس بكرة بس أفيق راح انشر فيديو ساعب الوحدة الصغيرة على حسابي بالانستغرام و راح تعرفوا كل شي في الأغلب يا حبايب توقع انه راح يتصالح بيسان اسماعيل ولكن لسف يا حبايب نزل هذا السوري الثاني اللي كان كاتب عليه بارف تحمسته والكل قاعد يكتب لي اسم حدا قديم كان معي لا يا اخواتي هديك البنت الله يوفقها و صح بيناتنا مشاكل بس انا كثير مبسوطة عن النجاح اللي عم تعمله فالما يارف يا حبايب انه بيسان حاليا مشاركة برنامج موهب و الله قاعد يوفقها و ان شاء الله نجاح اكثر واكثر بالتوفيق للجميع بس انا عم بحكي عن حدا صار خلاف بيني وبينهم من فترة وبكرة راح تشوفوا الفيديو هون بس تابي الانستغرام وبتعرفوا مين ما عليش بدياكم تتحمسوا من هول الساعة بوحدة بكرة فكرة يا حباب بالكومنتات ما يتوقع على الشخص اللي راح يتصالحوا اياه ننتظر حاليا لمفاجأة اليوتيوبر بالنسبة لأول شيء اللي هو النور ماري ينزل شوية استوريات بهذه الاستوريات كانت يحمسنا بها انه باش راح ينزل فيديو على القناة باليوتيوب هذا الفيديو هاكون كلش خرافي و قوله لأكو بي مفاجأة لحسن ما نتوقع انه هي عودة قمر طائل فريق مادر الصراحة اكتو للكومنتات و شوفوا الاستوري هم جلدين خليكم بكرة جاهزين على الساعة 4 على قناة الأساسية الى فيديو وفاجأة و رهي بالدنيا برد كتير وانه بس شيات دائم بالرزب الثاني يوتيوبر يا حباب واللي هي ياسو ريدر فرزا نتالح سبب الانستجرام هذا اللي كانت يعلن من خلاله على المقطع اللي راح ينزل باشر على القناة باليوتيوب الساعة بالاربعة مكتب علي فيديو مهم الصراحة اكيد راح يكون فيديو كل شنا راح يكشف ممكنه وهي حقائق لا تركتم احباب الكومنتات و شون توقعاتكم من هذا الموضوع احاول سيرت ياسو يا حباي في نزلت هذا التك توك اللي كانت تربية على الفريق و مريانا بالأخص اللي كانت تنزلت شوية سوريات تتهجم بها على ياسو نزلت هذا اللي سوري تقول بتتفاكروا انه تتوقفوني و انتش تعتمد على نفسي من عمري 14 سنة تركتم احباب الكومنتات من توقعون هي تقصد بالضبط ننتقل حاليا الى احمد ابو الرب كما تعرفوني يا حبايب انه قرر يسافر لانتقل ما احد يعرف منه هي انتم اكتبوني بالكومنتات شون توقعون في نزلت شوية سوريات يا حبايب بدي يسوي بفحص من الكارونا عمودي يتكد اذا ما بيش عمودي يقدر يسافر و بس والله ان شاء الله يصل بالسلام و اكتبوني بالكومنتات و انتوقع نح يسافر ننتقل حاليا الى ابو فلا و مرضا يا حبايب في نزلت شوية سوريات يقول اليوم انه الحمدلله حاليا صار زين و ان شاء الله حيبدي يجهز لنا المقطع الخرافي حيكون عن ال 21 مليون متابع فش توقعني يا حبايب يشي الخرافي اللي راح يجهز لنا ياه راح تقوم للمستوريات مالتا شوفوها السلام عليكم كان الحال يا جماعة شكرا لكل واحد قاعد يسأل اني الحمدلله يا جماعة الوضع تعدل الان نحن الان في صحة وعافية الهار راح اقدر انزلكم مقطع ال 21 وبالختام عن بيسارة مائل و ان الشايب وش الغريب اللي سيبو و اللي هو تنزيلهم هذا التيك توك ان الشايب كان كاتب عليه بيسان بدي اخطبك و بيسان قاعد اتشار له لا و مستحيل ما ادري الصراحة لكن هذا اكيد التيك توك يأكد ان هم قريبا ان شاء الله هيتخطبون او يخطبون ما ادري كيف لنا بقومتات جقيمة حمسين هذا الشي اذا صار و بيسأل الله لتنسوا المقطع نزلت العقلات الثانية يا حبايب بفضيحها على القمار و زا 18 صور روح شوفوا بصراعي ممكن يحذف بأي لحظة و بيسأل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة